العلف من اهم الاكلات المغرية للطيور زي بالضبط البطيخ في الحر القاتل لنا كده هل تقدر تشوف الفيديو ده وانت تلكتك ما فيهاش شقة بطيخ ترطب بيها على قلبك؟ الطير كمان لازم له علف وموضوعنا النهاردة عن العلف الصحي والعلف السامي اعمل اشتراك ولايك وكل حاجة هتبقى زي الفرح لما نشتري العلف من العلاف لازم نبص على الشكارة ونقرأ تاريخ الصلاحية ولو تاريخ الصلاحية منتهي لازم نشوف حد غيره نشتري منه وبعد ما نشتريه لازم نخزنه بطريقة معينة امنة عشان ما يجبش تسمم للطيور اهم حاجة انه ما يتحطش في مكان فيه شمس او مكان فيه رطوبة او مكان فيه مية او مطر ولو العلف شم الرطوبة هيكون غير صالح تماما للتقديم للطيور ولازم يترمي ولعلف اللي جودته عالية دايما بيبقى لونه فاتح اما الغامق ده جودته اقل والطيور لوحدها مش هتقدم على اكله حتى العلف اللي قدام الطيور اللي تبل وهما سابوه ومكلوش منه لازم يتغير ويتبدل بعلف جاف ما نسيبوش مبلول قدامهم ونقول انه عادي لازم يبقى جاف وما فيهوش رطوبة وإلا هيبقى علف سام وده اللي بيجيب مشاكل للطيور وتسمم الفراخ زي الأمراض اللي بتاكل الفراخ مرة واحدة ربنا يبعدها عننا وعنكم ونشوفكم على خير وصحة وعافية